كما ذكرنا اليوم بأن النسبة الأعلى أكثر من ثلاث أرباع الحالات المرصودة هي ارتبطت بسلوكية نحن نقوم فيها في المناسبات لدينا بالذات المناسبات العائلية أو مناسبات الأفراح والحفلات والزواج أو بعض الأمور التي يكون فيها تجمع لأفراد المجتمع سواء شباب أو غيرهم في مخيمات أو غيره وهذه الأمور أيضا في الأماكن العامة رصدت للأسف ورصدت أيضا في الأماكن المطاعم ونعرف أنه في المطاعم مثلا يعني عدم ارتداء الكمامة هو خطوة لتناول الأكل بالأشك ولكن التقارب بين أفراد الناس في المطعم أو السلوكيات الأخرى التي نرصدها من المصافحة وعناق وغيره في المناسبات العائلية والمناسبات المجتمعية كلها أمور للأسف هي الرئيسية التي أدت إلى الانتشار كانت بكتافة لعلها في الأسابيع الماضية الاستمرار فيها خطر جدا وعدم الحذر في المرحلة هذه خطر جدا وأهم الأمور التي يجب إتخاذها هي بأيدينا وإذا تمسكنا فيها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى سنكون في مأمن ونعود إن شاء الله ولا نضطر أن نكون في حالة لجوء أو اضطرار إلى استخدام إجراءات احترازية قوية وقيود مكثفة